برايم تايم برايم تايم إن شاء الله نهاركم أسعد لي موصلين معكم برايم تايم على راديو ماد مرحبا بيكم للناس الكل إن شاء الله نهاركم كله خير وبركة كالعادة نبدأ بأهم الأخبار لنبدأ مكلمة هاتفية جمعات رئيس الجمهورية قيس سعيد بالرئيس الفرنسي Emmanuel Macron رئيس الجمهورية الفرنسية تم خلالها تناول عدد من المواضيع من بينها العلاقات الثنائية بين البلدين وعلاقة تونس أيضا بالاتحاد الأوروبي وتقالوبات المتسارعة لشادها العالم اليوم وفق بلاغ رئيسة الجمهورية التونسية تقول أكد رئيس الجمهورية على أن تونس تريد أن تتعامل مع كل الشركاء الند للند وأن تقارب كل الملفات مقاربة جديدة قوامها مصالح مشتركة وقيام إنسانية جديدة مشتركة كما أيضا تم تعرض لموجات الهجرة غير الشرعية لتزداد تفاقم يعني يوم بعد يوم وينوضح رئيسة الجمهورية أنه اللي يحصل اليوم في تونس من توافد عدد من المهاجرين غير النظاميين من جنوب السحراء أمر غير طبيعي ويجب أن تتضافر جهود لتفكيك الشبكات هذه شبكات الإجرامية التي تقف وراء الأوضاع وهي شبكات يعني تتاجر بالبشر وأعضاءهم وتتولى يعني خاصة في علاقة بالأموال خاصة المتأتي يعني من عملية الهجرة غير النظامية وأيضا رئيس الجمهورية يصف يعني الناس اللي وقفة وراء الهجرة غير النظامية بالشبكات الإجرامية أيضا نستخبر رئيس الجمهورية عصر يوم أمسل خميس بقصر خرتاج فتح زهير النوري محافظة البنك المركزي وينتناول هذا اللقاء نتائج مشاركة تونس في الاجتماع الدوري لكل من مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ولقاءات أيضا تمت مع عدد من ممثلي الدول والمؤسسات المالية الإقليمية والعالمية والبنوك والمسارف الوطنية الاجنبية وينشاد رئيس الجمهورية بما صارت تحظى به تونس من تقدير مؤكد على أن بلادنا المفتحة دائما على التعاون متشبثة دائما بموقفها أن يتنزل هذا التعاون في إطار اختياراتها الوطنية لا في إطار شروط أو إملاءات كما كان الشأن في السابق أيضا على سعيد آخر أكد رئيس الجمهورية على ضرورة مضعفة الجهود من قبل لجنة التحاليل المالية لوضع حد للتمويلات غير الشرعية نحكي على البحث العلمي ونفاد المدير العام البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سيد مراد بلسود في كلمة بالمناسبة ندوة علمية كانت سارة البارح ويقول من خلالها أنه يعني تواصل العملية التواصل يعني خاصة بين البلدان العربية وتونس تأسيس شبكات العلاقات وتأسيس شركات استراتيجية وتفقيات توأمة لتحقيق الغايات المشتركة في المجال العلمي والبحثي أكد أنه بالرغم من محدودية الميزانية المرصودة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في تونس إلا أن تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث عدد الباحثين وينوصل عددهم 11800 باحث لسنة 2023 واعتبر نتطور عدد الباحثين مؤشر هام على قدرة الدول على الاستثمار في مجال البحث العلمي ويعكس مدى اهتمامها بتحقيق التقدم والابتكار في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية وأكد بالنسود أنه من بين أهم التحديات التي تواجهها البلدان العربية افتقارها عموما إلى سياسة علمية وتكنولوجية واضحة للعالم وضعف البنية التحتية للأبحاث هذا ما تسعد دوله منهم تونس أيضا إلى تحسينه كما قلت أكد أن تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث عدد الباحثين كانت هذه أهم الأخبار أخبار